حسين الشحات نزل من برسي تاول اللي كان بعيد جداً النهاردة وحسين الشحات نزل وقدر لهو يحرز هدف وانا قلت الكلام ده طول ما هركز طول ما هتعامل بجدية طول ما هشتغل على نفسي هتلاقي التوفيق ربنا بيدي وانا عارف بقولي كويس جدا شفنا كمان ايمن اشرف نزل كمان بدلاً من حمدي فتحي وانزل مكسوني بدلاً من افشي الراجل بقى بيرايح انتو عارفين لفريق النادي الاهلي هيطلع على المطار دلوقتي علشان عنده مباراة يوم السبت القادم امام سان داونز بطيارة خاصة هيتحرك على جوهانس برج الرحلة اعتقد هتاخد حوالي 8 ساعات فده ده التفكير فريد بطولة بقفل الصفحة الدوري هتروح هتلاقي الجماهير بعد المباراة تقول لهم افريقيا اهلي بالروح بالدم بالدم بالروح افريقيا مش هتروح هتلاقي دي الهتفات اللي كانت موجودة دايما انت بتتعايش الجماهير حتى ضغط عليك وعليك مسؤولة وده قادر اللي بيلعب في النادي الاهلي طيب النادي الاهلي جماعيا الشوت التاني افضل فرق مع النادي الاهلي الشوت التاني من وجهة نظري كورة هي نقطة تحول في المباراة محمد الشناوي شال كورة كان ممكن برامدز يتعادل ثم النادي الاهلي بعدها بيحرز هدفين النادي الاهلي كان متقدم برامدز بيحاول فمحمد الشناوي تعامل مع كورة انفراد عشرة على عشرة خلت فيه نقطة تحول والنادي الاهلي بعدها جاب التاني وبعدها جاب التهلت نتيجة كبيرة جدا من النادي الاهلي على برامدز نتيجة تعبر عن الفروق الفنية اللي موجودة من خلال الشوت التاني ومن امكانيات اللاعبة اللي موجودة تعالوا نروح بقى لبرامدز لان اخطاء لا تختفر وهنا ملاقاش علاقة بقى بتحب فلان فلان عنده طموح فلان ما عندهش طموح دي حاجة لا تعنيني انا بتكلم كورة بنتكلم اي اي حد بيتقلق فاي نادي بنشيد بيه تقلق كابتن اب جلال عمل مباراة كبيرة وكان كابتن حمد بيدخل معانا ما كان موجود معاه في الجهاز ودينا كل الناس حقا لكن النهاردة اخطاء غريبة من لعيبة المفروض دولية ولعيبة عندها خبرات كبيرة واخطاء والله ما تحصل في لاعب سواء لاعب لمنتخب مصر او عنده تراكم خبرات كبيرة جدا تولي عايز تقول ايه تمام كنا اتكلمنا لما اخطأ محمود علاق قبل كده شرحنا اللعبة ولما اخطأ الشناوي شرحنا اللعبة ولما اخطأ عدد كبير جدا من اللعيبة شرحنا كل حد الخطأ السازج لازم تقوله ده سازج عن النهاردة مثلا عارفين يا جماعة لما يبقى عندك صفة مثلا في شخصيتك يعني مثلا ايه ما بتحبش تتكلم مثلا كتير فحتيجي لما اتعمل حاجة غير العادة الناس هتاخد بالا اقول ايه ده اول مرة يتكلم كده بالشكل عشان متعودين منك على ده نفس الفكرة ما تنزل الماتش واقعد ألعب عارضي كتير ألعب عارضي كتير ألعب عارضي كرة تجيلي بدل ما اعمل بس امامي اروح جاي مرجع لورا وتجيلي وبتدي ألعب بالعارضة تاني طبعا لو انا فريق بيضغطني زي ما حصل في الهدف الاول وده الغريب اللي انا شايفه من البعض كالعادة العادة السيئة اللي احنا بندور على نهاية اللعبة لما الفيديو بيعدها تاني وبيقع فيها المحللين في نفس الخطأ وبيقع فيها المزيع اللي بيزيع المباراة بمنتال أمان انا بتكلم بمنتال أمان ارجع لمشهد الهدف الاول عبدالله الصعيد واقف على سن التمنتاشر زي ما بيقولوا بلغة الكور والنادي الاهلي ضاغط بكل كوة افشى على الدايرة انا سردباك وسط ملعب حارس مرمى اي حد في الحد هيعمل ليه هلم وش رجلي واحدة فعبدالله الصعيد روح جاي لعبها سرو باص والله دي اللعبة كده بزاق كده كلكم شفتوا يعني سرو باص ليه افشى عبدالطمان ليه عشان بلعب العاردي اللي هو ولا يتقور من ادائك وده ابسط حل على فكرة بالموازل اللعب اللي بيعب اللعب يعني انا جاي للكورة ابسط حاجة في الدنيا مثلا تعالى نقول اللي جنبي الوينش اللي جنبي واقل جمعة اللي جنبي اي لعب وانا سردباك مثلا وحد ضغط علي وحد ضغط على واقل طب انا اعملها كده وبوش رجلي طويلة على عندي حد متميز من رسالة الحرب وخلصت نفسي وحميتني فرقتي اللي انا يجي فيها هدف طب انا وعارف اللي هو المضغوط او فمضغوط اروح جاي لعبها كده انا وخبرة دي اروح جاي لعبها له زنه فالكورة زي دي اروح جاي لعبها بمنتال كو اخصال لحمدي فتح ضغط بمنتال كو على فكرة الهدف ده خمسة وسبعين في المية منه حمدي فتح رغم اللي هو لا لمس الكورة ولا عمل سروباس ولا اي حاجة خالوا عارفين ليه لان دايما اللعب اللي عنده باور وعنده رجولة في الاداء بتلاقيه مش مندفع بيبص يمينه وشماله ثم يبتدي يضغط في منتال كو ده اللي عمله على عبدالله السعيد واللعب المصري بقى عنده مشاكل لما تضغط عليه في منتال كو مهما كانت امكاناته ايه الا من رحمه ربي عشان اللعيبه مش بتجهز في زهنه لعبه واتنين وثلاثة لو اتضغطت اعمل كذا لكن انت بتتعايش مع حاجات اخرى خارج المباراة عشان كده اما اعد استمر في اللعب العارضي 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 لما حبقى في مكان خطر زي ما شفنا لعبة عبدالله السعيد ف هلعب نفس اللي انا بقى ديه ده اللي انا عايز اقوله لها لعبها بالعارض فلما جات بالعارض اديت سروه بص من الضغط القوي من حمد فتحي اخدها افشا هنا في ناس كتير تقولك سايب الخطأ الاولين ده وقولك شريف اكرامي اخد لا هو خلاص افشا في وضع اللي هو اي حارس وارد يترأس لان الطبيعة هيلعبها واحدة فا افشا عشان لاعب مهاري واللاعب المهاري بيبقى تفكيره غير يعني لو جيديه لاعب من وسط الملعب رح جاعملها واحدة ببطن رجليه او بوش رجليه لكن عشان ده لاعب بيفكر كتير قبل اي باص فكان عنده صبر شوية وتقني وتلع عليه شريف اكرامي الطبيعة عمل نفسه عيسدد اخدها على واسع ويتحمل يعني نسبة من وجهة نظري مش بالاكبر زي خطأ عبدالله السعيد لان هو ده الخطأ الاكبر التمرير اللي بالعرض على خط التمنتاشر بالشكل ده دي حاجة ولا ليه علاقة بخبرات ولا حاجة ليه علاقة باي حاجة خالص غير اللي عدم تركيز وعدم مسئولية ده وجهة نظري في الهدف الاول ليه النادي الاهل نيجي الهدف التاني لعمر السولاي عمر السولاي نزل وانا قلت لكم اللعبة المتميزة دايما اللي عجبني في عمر التطور اللي بيحصل فيه فأداءه يعني تلاقيه بيروح يكمل في السكند بول بمنتال قوة بتجيله الكورة لو هي مهيئة اللي هو يشوت بيشوت مهيئة اللي هو يعمل باص قوي والجميل الفتاتور اداءه ازاي بقى عنده من القدرة والامكانات الفنية اللي بيلمح بترفع عنيه باكرا ايد زايد او هاف فيه زيادة عددية بتلاقيه بيجبره اللي هو يتحرك عليها لانه بلعبها باص امامي فيه مخاطر ده اللعب المختلف لكن انا لو بلعب ورجل دلوقتي يقولك الحاجة هو تخنان خمسة ستة كيلو عما كنت بلعب ده نرجع لعب باللعب ده والله العظيم الكرة الجيني ماشي ماشي محمد عب مانا يديني الكرة تاني روح جامي اديها العلي معلون طبع عليها هيرجع علي روح جامي باصيها الحمد يفت هتديه علي تاني ما تغوط علي روح لعبها واحد اللي قدام علي راس حربة يعمل جمج ينازلها لزمين مثلا لكن ايه يختلف لما انا امسك الكرة وشايف هاف رايد وانا بلعب سردباك روح جامل بوش رجلي طويلة جدا في مساحة فاضي بص في مخاطرة ده اللي بيفرق عن اللعب اللي جنبي اللي هو بيلعب الباص اللي عادي اللي ايزي خالص بالمناسبة فهو ده خطأ الهدف الاول خطأ الهدف الاسف التاني ان عمر السلية ويتحمل من وجهة نظر وسط الملعب لان عمر السلية في المكان ده بيواجه وسط الملعب فيش حد قبل عمر السلية فهينا فيه خمسين في المية مع خمسين في المية تحملها شريف اكرامي لانه ارجعوا للكرة كان متقدم قوي 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 وده تمركز خاطئ المفروض حارس دولي ما يقعش في الخطأ ده دي للامان لأ انا لو رجعت خطوة خطوة لورا وفردت الدراعي الشمال زي ما انت عملت اللعبة دي كده غلط اسألوا اي مدرب حراس مرمى لما بروح بيميني كده بتاخد مساحة اطول معايا وقدرة تعمل معايا يبقى اللعبة دي كان لازم وسط الملعب هنا فيه خمسين في المية لما فيش ضغط طب نقول حسن تصرف ومجهز عمر السلية فشريف اكرامي طلع قدام قوي كان لازم خطوة لورا ولما اجا اروح مروحش بشمالي اروح بيميني لان يميني هتديني المسافة الاطول وسأله اي مدرب حراس ولو قال غير كده انا اسف يروح يدرب بقى حاجة تانية في كرة الماء او اي حاجة على مسئوليتي اللي انا بقول دايما لما افرد ايدي اليمين بتديني لان ما تعمل بيدي اليمين بتديني مسافة اطول فهقدر اتعامل مع رجوع خطوة سريعة او خطوتين لكن انا عشان انا متقدم فالكرة بقت بعيد عني وكالترؤية محترمة جدا جدا من عمر السلاي الهدف التالت هدف غريب كالعايدة بصراحة وانا ضد الناس اللي بتقعد مثلا ايه يشوف ابو جبل يخطأ فيرح بتروح فارمه عشان بيلعب في نادي الزمالك او جماهير وبتاهم وفي ايه حراس تانية تخطأ فاندية تانية بس تجي تتفرج مع ملخصات الدوري يبقى حد مسلا طلع على كورة يعملها كده رح جاي منزلها راس الحروة يروح جاي اولا احنا قعد نحل الاهلي والزمالك بس مش فهم هو الدوري كله الاهلي والزمالك لا يبقى عشان نوعي حراسنا محصل اخطاء سازجة لازم تقوله اللي بتعمله ده بمنتال امانة فهنا كورة معمولة كروس وشريف اكرامي ده حرس كبير لعف النادي الاهلي جاب بطولات كتير جدا وخطأ واخطاء ما تحصلش لو انتوا عايزين الحقيقة والله ما ليها علاقة بقى انا بقول العدل والحق والله لو تقلق شريف النهاردة لا طلع عن نجم المباراة شريف اكرامي انا بلعبش على وطر جمهير بالمناسبة انا بلعب على وطر ضميري واخلاقي وانا انا راجل هنا عايز انجح في كرة لعب بالعرض اخرج كل ده وعلى الكرة وتعدي مني وفي الاخر تقول لي خطأ سازج من المدافع ما وفيه خطأ بنسبة 70% يترتب عليه هدف فهنا المدافع مهما ضغط انت انا انا حابقى الان يعني مثلا لما طلع شريف مثلا اكرامي وكرة عدته بالشكل ده ما تعملش معاها ولا بوكس ولا اي حاجة كرة طلع عدته وطلع من المرمى مسافة طويلة جدا فراحت ليه محمد شريف محمد شريف هنا الراجل خلاص هو عده عالارض عمل كده انا سردباك هبقى المرمى فاضي مهما هبقى عندي احساس هيلعبها واحدة فبقى مش عارف عايز اقرب منه يهم عندي احساس اللي هو ممكن يجيلي ويرقصني عادة بقى صعب هيروح هعملها بوش رجلي كده كده بالراح زي السكينة في الجيط هيروح هعمل كده مش عايز محتاج اي حاجة فانا الخطأ الاكبر من شريف اكرامي اللي خروجه من مرمى بطريقة خاطئة الطايمينج بتاعه غلط انا الطايمينج باطلع على كورة باخدها من اعلى نقطة في طايمينج معاين زي ما بنقول للعيبة رسالة الحربة اطلع في الطايمينج عشان تلمس الكورة تريحها لزميلك ده اللي انا فهمه لكن شريف اكرامي تلع النهاردة برا المرمى بعيد خالص ولا الطايمينج مزبوط ولا الخروج مزبوط ومحمد شريف بيجيب الهدف التالت كورة لازم تنزله والمرمى فاضي عنده كل الحلول اللي يجيب الهدف كل الحلول دي اللعبة اللي اجري كمدافع فيها على الخط بالمنازل كان فيه اتنين ان خلاص انا معلم على التوقع لكن فيه واحد راح واحد راح المرمى كان التخطية بعد كان مدافعين اقول ماشي موافقين عليه لكن والتغييرات كمان النهاردة كانت متأخرة جدا جدا لفريق بيرامدز وفوز مستحق لنادي الاهلي على بيرامدز بسلسية نظيفة الف الف مبروك نادي الاهلي هارد لك لبيرامدز للنهاردة الشوت التاني ما كانش موجود في المباراة بشكل كبير في اوقات كتير جدا من مباراة وانا احب الفرق ما يجي في هدف يرجع بسرعة دي سمت الفرق الكبير ارجع بسرعة ولكن النادي الاهلي تفوق بمديره الفني داخل الملعب وبالدكة وبجماهيره النهاردة اللي كتوقفة بمنتهى القوة مع فرقتها خلينا نشروح الفيديو كده نشوف فرحة موسماني موسماني